مكتبة جدة وأيامنا الحلوة مر على افتتاحها عام واحد فقط وهي مكتبة تقع في المنطقة التاريخية في جدة وتهتم بتوثيق تاريخ وثقافة جدة عبر عرض كتب متخصصة ومع وجود أيضا موسوعات لصور نادرة المكتبة تشهد تحديثا مستمر لقائمة الكتب كما أنها بدأت في تولي إصدار كتب جديدة عن جدة مؤخرا نواف الكتام والتفاصيل داخل حي البلد القديم في جدة تستقبل مكتبة جدة وأيامنا الحلوة زوارها المهتمين بالاطلاع وقراءة تاريخ جدة وثقافتها من خلال الكتب المتخصصة التي تنفرد بها المكتبة وتوفرها من مصادر عدة حتى لو تطلب الأمر مراسلات وسفرا إلى دول كتاب كتبوا قديما عن جدة المكتبة تم افتتاحها في يناير عام 2016 سنقرب على سنة وكانت الفكرة أنه لا يوجد أي مكتبة في المنطقة التاريخية فكان أنه لازم يتواجد في هذا المكان الجميل اللي في حضارة شامخة أبسط حاجة يكون فيه كتب موثقة أو تتكلم عن هذه المنطقة يقصد المكتبة طلاب وطالبات وكذلك وفود أجنبية سائحة والمهتمون بالتوثيق والقراءة عن جدة حاولنا نجمع كل ما يختص بالحجاز وبجدة من تاريخ من قصص من فن من موسوعات من حتى كتب للأطفال برسوم متحركة فأصبحت مكتبة متميزة لأنه تستهدف الطلبة الزوار من الخارج المؤرخين وكتابنا تعرف المكتبة تحديثا مستمرا لقائمة الكتب التي جاء بعضها بلغات مختلفة في عندنا كتب متوفرة ما زالت موجودة وبرضو نحرص أنه كمان نجيب كتب جديد يعني نحن بنتواصل مع المصادر اللي تكون موجودة ونحاول نحرص على أنه يكون عندنا كتاب يتكلم عن جدة أو عن الحجاز ولازم يكون متواجد عندنا في المكتبة وتهتم المكتبة بتوثيق الصور النادرة عن جدة وخصصت موسوعات مصورة بإمكان الزوار الاطلاع عليها إضافة إلى دخولها منذ أشهر في عملية إصدار لكتب تتناول تاريخ جدة وتوثق حضارتها نواف القثامي العربية جدة والحديث عن هذه المكتبة ينضم إلينا من جدة مدير مكتبة جدة وأيامنا الحلوة أحمد بن بريك الله يسعد أيامكم دائماً بجدة وأهل جدة جدة غير صباح الخير الله يسعدكم الله يسعد صباح النور الله يسعدكم وسعيد أنا بتواجدي معكم اليوم طيب يعني حنا نشوف أنه جدة تحتوي على خليط متميز وأعراق مختلفة كلهم متجمعوا في هذه المنطقة التاريخية وشفنا في التقرير أنه في محتويات بعدة لغات كيف تم تجميعها وكم أخذ منكم وقت كبير لين جمعتوا كل هالمحتوى؟ طبعاً مكتبة جدة وأيامنا الحلوة هي تعتبر مشروع توثيقي لتاريخ الحجاز وجدة بالآخر طبعاً الفكرة من أساسها هي طبعاً كيفتتاح مكتبة جدة وأيامنا الحلوة كانت في يناير 2016 ضمن مهرجان جدة تاريخية لكن الفكرة اللي نحن بنستخدمها من خلال مكتبة جدة هي تعتبر مشروع توثيقي نجمع فيه جميع مصادر الكتب اللي تختص بتاريخ الحجاز جداً طبعاً فيه منها كتب نحن قمنا بإصدارها عن طريق دار منصورة زامل للنشر وإضافة فيه كتب تعتبر خلاص توقفت أو اختفت نحن حصلنا على الكتب النادرة منها وصارت متواجدة عندنا في المكتبة لأن الشخص ممكن يستفيد منها كمعلومات ما زالت حتى الآن الواحد يستفيد منها سيد أحمد كيف تم اختيار الاسم؟ يعني ليش جدة وأيامنا الحلوة؟ جدة وأيامنا الحلوة المنطقة التاريخية تعتبر جدة تاريخية بشكل عام إرث كبير يعني أكثر من ثلاثة آلاف سنة طبيعياً الواحد لما يحضر على المنطقة التاريخية بجدة بترجع لأيامنا الحلوة وخصوصاً يعني أنا ما حتكلم عن نفسي وحتكلم عن الأكبر مني اللي كانوا متواجدين في هذا المنطقة اللي تولدوا في هذا المنطقة اختيار الاسم هذا يعتبر أنه هي جدة وأيامنا الحلوة يعني هي أيامنا الحلوة في هذا المكان حتكون إن شاء الله جميل طيب أستاذ أحمد مين الداعمين لكم في دعم هذه المكتبة؟ يمكن فيه متبرعين في بعض من هذه الكتب؟ مكتبة جدة هي تعتبر إحدى جواهر مؤسسة جدة وأيامنا الحلوة لصاحبها الشيخة منصورة الزامن وهو شخص مهتم بالمنطقة التاريخية بدرجة كبيرة ما شاء الله وهذه من ضمن الكوكبة اللي هو أنشأها لإحياء المنطقة التاريخية اللي هي مكتبة جدة وأيامنا الحلوة يعني بس مجهودة شخصية مجهودة شخصية نعم طيب إيش أكثر الكتب؟ أعتبر هذا مجهودة شخصية حتى الصور النادرة الموجودة في المكتبة وغير متواجدة في أي مكان آخر نحن نفتخر كمكتبة جدة وأيامنا الحلوة أنه وصلنا لمرحلة خلال سنة الآن أنه صار متواجدة عندنا مجموعة من الكتب من خلال معلومات أو صور متواجدة عندنا حتى الآن وهي تعتبر خاصة فينا ممكن الواحد ما يقدر يحصل عليه إلا عن طريق مكتبة جدة لندرتها مثل من أهم الكتب اللي كان متواجدة عندنا نعم عندنا كتاب اللي هو جدة جدة تاريخية 1969 هذا كان أحد السواح جوزوف روك حضر جدة وقام بالتقاب صور جدا نادرة فنحن من خلال مكتبة جدة ودار منصورة زامل كسبنا الصور هذه وقمنا بتأليفها بكتاب كامل تعتبر صور كاملة عن جدة حياة في عام 1969 هذا من أهم الكتب اللي هي تعتبرها المصورة كيف لقيت الإقبال من الفئة الشبابية؟ هل يجوا مثلا عشان بحوثهم ولا يجلسوا فعلا ويكرروا الزيارة أكثر من مرة؟ المكتبة عندها جزئين من أهم الأجزاء المتواجدة عندها الآن هي جزء القراءة القراءة تكون على جهتين ممكن أي شخص يحضر المكتبة هي مفتوحة طوال العام ممكن أي شخص يحضر المكتبة يستطيع أن يحصل على أي كتاب ويطلع عليه إضافة فيه جزء آخر اللي هو للطلاب وطالبات الجامعات من الهندسة والعمارة يقدروا يستفيدوا ويحصلوا على كتب موجودة عندنا تستخدم لبحوثهم من خلال يعني أكثر كان بيجون الطلاب وطالبات جامعة الملكة بالعزيز بيستفيدوا منها من خلال اللي هي العمارة المختصة بتاريخ الحجاز والحضارة الحجازية وموجود كل شيء عندنا اللي يقدر يحصل عليها من خصوصا الطلاب وطالبات هذا جزء جد نحن بنهتم فيه من خلال المشروع التوثيق الثقافي لمنطقة تاريخية بجده نتمنى لكم التوفيق طبعا في هذا المشروع شكرا جزيلا لأحمد بن بريك مدير مكتبة جدة وأيامنا الحلوة كنت تبعنا من الجدة شكرا لك اشتركوا في القناة